عايزة بس أعرف توقعك يعني ممكن التقرير ده يوصل لفين أولاً دي مش حاجة غريبة يعني عشان خاطر بتبقى عاملة ضجة في الرأي العام ده عناصر الإدارة الأساسية إن أي مسؤول بيبقى عنده توظيف وعنده متابعة لا بس ده مطلب من مطالب الزمالك أنا مريش دعوه ما دخلنش في أندية الأندية لها الحق كيفما تشاء كيفما تشاء إن هم يدفعوا عن حقوقهم وحفظة على نديهم هم 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 ه تقلل بشكل كبير المشاكل التحكيم في مصر بس عايز اخد بجد رأيك وانا عارفة ان انت طلعت قريب ومردتش الجاوب على السؤال ده كرة زيزو اللي هتكون معنا دلوقتي اللي عملت مشكلة كبيرة قوي 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 جول ولا لا والله لنت مجاوب طلع ايه طلع ايه بدرو كابت ان القصة خلست فما فيش اي احراج ازا مالك هيلعب بعد ساعات قول هي لا فيعني لا 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 والكلمت ممكن ملعبش ولو ان الاجابة وصلت في بعض التوقيتات الاتزان النفسي والرد الدبلوماسي مهم جدا لتغدية الرأي العام بعد كده كلنا هنتقابل وكلنا هنعرف اللعبة دي تحصل فيها بس انا ليه غرض او ليه طلب من برضو من من مسؤولين عن الكور احنا عايزين نعمل لجنة صغيرة كده الناس محايدين الالعاب اللي فيها شكوك تبقى اتلف فيفا اصلنا وانتي وانا طرف في مشكلة فانا هقول كلام حالك مش تقبل ليه انت عايزة تسمع اللي انت عايزاه اللي هتوافق مع تفكيرك ومع احساسك ومشاعرك وانتمائك واحفاظك على ناديك قدام جباهير وهدفي وهدفي اه وانا عايزة ادافع عن قرار اللي انا اخدته الفاصل البني وما بينك لما نختلف الفيفا المتضرر من اللعبة فاجة اللي بعثها الفيفا ورد الفيفا ييجي مشكورين احنا نعرضه كلاجنة حكام او السادة المسؤولين عن عندي المتضرر عن اللعبة دي اتعرضها بس الحلال وبين والحرم وبين يعني دي جلو ولا لا عايزة اسمع اجابة كده صريحة يعني لو الكرة عبرت باكملها خط المرمى بين القائمين